بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عمجا قيما لينذر بأسا شديدا للذن هو البشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلغهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف واللقين كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لذنك رحمة من لذنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شكطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن استرى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من الفطى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ذات اليمين وإذا غرضت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لم اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال طائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يسعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن بعد الله حق حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثالنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قدير فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستث فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وانكم ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمئة سهين وازدادوا كسعا قل الله أعلم بما نبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولم تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغافوا بماء كالمهر يشبي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتهم الأنهار من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسابر من أسابر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من صندس واستبرق واستبرق من متكئين فيها على الأراء نعم الثواب وحسنة مرتفقا واغرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحامله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيب هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن مددت إلى ربي إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال لهم صاحبه وهو يحامله أكفرت بالذي خلقك خلقك من طراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعثى ربي أن يؤتي لخيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلم تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فيها وهي خاضية على عروسها ويقول يا ليتني لم أسرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك البناية لله الحق هو خير فرابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبه هشيما تغرر الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير الأملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض مارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعلتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مصفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجل ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا لا أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عددا ويوم يقولوا لا دون سركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مغبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مراقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الغدى ويستغفروا ربهم إلا إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليذحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكمة أن يفقهوه وفي آمالهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور بالرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاح لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سغبا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غباءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسى ليه إلا الشيطان أن أذكر واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آشارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لذنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لم تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صادرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إبرا قال ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عصرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها أهلها فأبوا أن يغيفوهما فوجدا فيها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبيني سأنذبك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنا فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبذلهما ربهما خيرا منه زكاته وأقرب الرحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أسدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف يعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا يكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنا وسنقول له من أبرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تتذر على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجود ومأجود مفسدون في الأرض في الأرض فهل نجعل لك خرج معنا أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ربما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله بكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أوليا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ونقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي أدوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا قل لو كان البحر ندادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا